يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فهذا لقاء من لقاءاتنا في فقه الصيام نتكلم فيه بإذن الله عن سنن تتعلق بالصيام وآداب الصيام أول تلك السنن السحور والسحور سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة والحديث رواه البخاري ومسلم وترك السحور فيه تشبه من اليهود والنصارى وأهل الكتاب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور رواه النسائي وصحاحه الألباني بالنسبة للسحور الأساس أنه يكون في وقت السحر يعني قبل الفجر بساعة تقريبا أو ما شبه ذلك لأن كثير من الناس يقول أنا أنت سحر وأنام فهو ينام مثلا في نصف الليل فهذا لا يعد سحورا السحور يكون في آخر الليل في وقت السحر من الأمور الأخرى المتعلقة بالسحور يستحب أكل التمر في السحور لما رواه أبو داود في سننه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر سحور المؤمن والحديث يعني إسناده جيد طبعا حتى من كان ينام لأن عنده شغل أو ما شبه ذلك ولا يستطيع الاستيقاظ للسحور يعني استيقاظا جيدا فيستيقظ يعني فقط يأكل تمر ويشرب ماء فهذا يكون سحوره ويرجع للنوم بعد الصلاة إن لم يكن قادرا على الاستيقاظ قبل الفجر يعني بوقت كاف لسحور يعني معد ومرتب وإنما إن أكل تمرات وشرب ماء فهذا سحور كاف من الأمور المتعلقة بهذا الأمر بأمر السحور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهي سحوره قبل الفجر بمقدار خمسين آية ليس القصد من هذا تعمد ابقاء هذه المدة وإنما المقصد أنه كان يؤخر سحوره إلى ذلك الوقت وذكرنا سابقا أن تعمد الإمساك قبل الفجر هذا يعد من البدع إذا كان من قبيل العبادة وإنما إن كان من قبيل المجرد أنه أنهى طعامه قبل الفجر بفترة وجيزة لا بأس بذلك من السنن أيضا تعجيل الفطور فيفطر بمجرد غروب الشمس ولا ينتظر بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إذن يعجل فطوره مجرد ما غربت الشمس يبدأ بالإفطار طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم وقد ذكرت هنا أيضا أنه يفطر على شيء بسيط ثم يصلي صلاة المغرب ثم يعود ليأكل الوجبة الرئيسية لأنه إذا أكل الوجبة الرئيسية مباشرة بعد المغرب فسيؤخر الصلاة عن وقتها صلاة المغرب ستؤخر عن وقتها وهذا لا يجوز وكذلك فإنه سيقوم إلى الصلاة متكاسلا فامتلاء البطن بعد جوع طويل يعني يؤدي إلى الكسل والخمول فيأكل لقيمات كما بينا هنا بالنسبة للإفطار يكون على التمر أو الرطب أو الماء كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات هي نوع من التمر قبل أن يصلي إذن هو كان يأكل الرطبات ثم يصلي ولا يأكل وجبة بعد ذلك يصلي وإنما رطبات فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات التمر العادي فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء يشرب ماء طبعا الأكثر شهرة أنه أن الإفطار يكون على لبن الحديث الذي ورد فيه الإفطار على اللبن حديث يعني في صحته خلاف والراجح أنه يحسن فلا بأس إن أفطر على لبن مع التمر أو ماء مع التمر كل ذلك لا بأس به الذكر يشرع الذكر عند الإفطار بقولي ذهب الضمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله هذا رواه أو داود والنسائي والدار قطني وقال الدار قطني إسناده حسن المشهور اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمأ وابتلت العروق البداية هذه إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت هو هذا ذهب الضمأ فقط قبل ذلك لم يثبت الكلام الذي قبله المشهور على ألسنة الناس لم يثبت كذلك يشرع الدعاء أو يستحب الدعاء للصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم رواه أحمد ويعني بمجموع طرقه يصحح يصحح أو يحسن يعني قريبا من الصحيح فنعم الصائم حتى يفطر لا ترد دعوته فيستحب له أي يكثر من الدعاء كذلك من السنة المتعلقة بالصيام قول إني صائم إذا خاصمه أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم الحديث طبعا رواه الشيخان بمعنى يقول إني صائم نتجنب المشاكل وما إلى ذلك ولا يقولها يعني بمعنى التهديد كما نسمعه أحيانا كذلك يستحب تفطير الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره يعني مثل أجر ذلك الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا الحديث رواه الترمذي وبم ماجا وهو صحيح فمن فطر صائما من دعا أناسا صياما إلى الفطور لا يشترط أن يكونوا فقراء يعني دعا أخا له في الله أو دعا أقرباء له وفطرهم فله مثل أجورهم ببركة الله سبحانه وتعالى وكرم عطائه هناك سنن تتعلق برمضان منها الإقبال على كتاب الله عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وقد ذكرنا سابقا آثارا عن الصحابة والسلف كيف كانوا يقبلون على كتاب الله عز وجل في رمضان وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا شهر رمضان يسمى عند ناس يعرف بأنه شهر القرآن لكثرة الإقبال على القرآن فيه حتى تجد أن العصات يقبلون على القرآن في ذلك الشهر من لا يقرأ القرآن عادة يقبل على كتاب الله في هذا الشهر من كان فيه خير طبعا فتجد أن شهر رمضان له تعلق كبير بالقرآن والله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإذا القرآن أنزل في شهر رمضان فهو شهر له خاصية كبيرة متعلقة بالقرآن كذلك من سنن رمضان الاكثار من الصدق وفعل الخير وطبعا دليل ذلك الدليل السابق الحديث السابق الذي هو عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس هذا بشكل عام وكان أجود ما يكون في رمضان إذن تخصيص رمضان بالجود والإنفاق هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقصد تخصيصه بكثرة الجود والإنفاق لأن الإنفاق في سبيل الله وتصدق وما شبه ذلك مستحب في العام كاملا لكن كثرته في رمضان هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من سنن رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طبعا عنهما تعود إلى عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب وإلى عبد الله ابنه صحابيان جليلان فيقال عنهما رضي الله عنهما على عبد الله وعلى أبيه عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان إذن كان يعتكف في العشر الأواخر والحديث رواه البخاري ومسلم فيسن الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف قد نخصص له حلقة خاصة نذكر تفاصيله لكن هو عموما البقاء في المسجد بنية التعبد وتقرب الله سبحانه وتعالى وتفريغ الوقت للطاعات لقراءة القرآن والذكر وما شابه ذلك والمكوث فقط في المسجد عدم الخروج منه إلا لضرورة هذا هو الاعتكاف فيستحبه في العشر الأواخر كذلك من سنن رمضان صلاة التراويح الروافض يقولون أنها بدعة لكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك مقطع له هذا المقطع تفصيل مسألة عدد ركعات التراويح وحكم أدائها جماعة فصلت فيه الأمر فمن أحب يرجع إليه هو موجود على قناتي في يوتيوب فنعم صلاة التراويح هي سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح طبعا كلمة التراويح اسم التراويح أطلق لاحقا عليها لأنهم كانوا يستريحون كثيرا يعني صاروا كانوا يصلون 11 ركعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يزد عن 11 ركعة في صلاة الليل وصلاة التراويح هي قيام الليل لكن في رمضان سمي التراويح وفي زمن عمر عمر رضي الله عنهم يقولون الناس يقولون أن عمر أمر بها عشرين ركعة لكن الصحيح الذي رواه مالك ابن أنس رحمه الله تعالى الإمام المعروف نجم السنن بحديث بإسناد صحيح أنه أمر عمر أمر بصلاة التراويح 11 ركعة على 26 بعد ذلك زيدت في عصره لكن ليس هو الذي أمر بها عموما زيدت إلى 20 ركعة لأن الناس كانوا يصلون صلاة التراويح بوقت طويل يعني كانوا ورد في بعض الروايات أنهم لا يعودون منها إلا مع فروع الفجر يعني اقترب الفجر من الطلوع يبدؤونها من الليل إلى إلى اقتراب الفجر يعني خمس أو ست ساعات فثقلت عليهم أن تصلى 11 ركعة لأن القيامة فيها سيكون طويلا فزادوا إلى 20 أو 23 ركعة حتى يجلسون فيها استراحات أكثر يجلسون فيها جلسات أكثر يستريحون فلكثرة الاستراحة فيها سميت بالتراويح بعد ذلك زيدت أصبحت 36 في عصر مالك رحمه الله إمام المذهب فنعم الزيادة هذه من باب زيادة عدد مرات الاستراحة لأن الصلاة طويلة تتعب أقدامهم وفيهم كبار السن وما شبه ذلك فيكثرون عدد الاستراحات ليستريحوا اليوم أصبحت رياضة أصبحت رياضة فعليا بعض المساجد تذهب إليها نصف ساعة يصلي فيها 20 ركعة تعود إلى بيتك منهكا والعرق يتصبب منك وكأنك يعني عدت من النادي الرياضي يعني تخفيف وزن ليست صلاة لكن الصلاة التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت صلاة طويلة جدا صلاة الليل كانت طويلة جدا فلهذا زادوا في عدد الركعات ليستريحوا أكثر لكن المدة واحدة لكن الآن قصروا المدة وزادوا في عدد الركعات فهذا لا يستقيم عموما تفصيل موجود في المقطع الذي دللتكم عليه نختم إلى هنا والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الманbil